الاتحاد الموسم ده استثنائي في كل شيء الأداء رائع في كل شيء عشان فيه لعبين مميزين عشان فيه جهاز فني مميز وبالتأكيد عشان تلاقي جهاز فني مميز وتلاقي لعبين مميزين فبصراحة أنا عايز أشيد إشادة كبيرة جدا بإدارة نادي الاتحاد السجندري بكياد الأستاذ محمد مصلحي راجل اللي منتقتش معاه قبل كده في حوار إعلامي هو بالنسبة لي رئيس نادي محب حقيقي لناديه راجل داعم دائما لناديه من ساعة موعيته على الكورة يتقال إن محمد مصلحي مع حفظ الألقاب هو أكتر أو من أكتر المحبين لنادي الاتحاد بس بجد أنتم تسمعوا كتير عن أندية جماهرية يقول لك أسلوئيس النادي ده من محبين النادي مش محبين قوي يعني يبقى ليه برضو جزء مصلحة لكن محمد مصلحي تحديدا لا هو محب للنادي أنت سمعت آخر مرة أن نادي الاتحاد عنده أزمة مالية ولا عنده أزمة في المرتبات ولا عنده أزمة في العقود ده أمتى سمعت أمتى الاتحاد مش عايفش اشتري لعيبة سمعت أمتى أن الاتحاد مجبر أنه يبقى لعيبة بالمناسبة يعني التحاد زي وزي كل أندية اللي في مصر اللي بتوعاني وعندها أزمات واة واة بس عمرك ما تحس في وجود محمد المصلحي وعشان هو راجل بيحب النادي وعشان هو راجل إداري جيد هتلاقيه دايما ما عندوش مشاكل نفسية يعني لما يروح يطلب من الكابتن محمد عمر في نهاية الموسم الماضي لو سمحت تيجي تشتغل معانا في الفرقة تمسك الفرقة عشان تنجزها من موقف صعب ييجي الكابتن محمد عمر ما يخافش فقا ما يلاقش يقولك نجومية الكابتن محمد عمر دي كبيرة في الاتحاد انا مش هجيب ناس اسمها كبيرة في الاتحاد وياخد مني جزء والناس تحييه وتهتف باسمه ما فيش الكلام ده شو فعلا محب للنادي محب لرموز النادي كابتن محمد عمر نفسه بقى من جانب اخر راجل كمدير فن الموسم الماضي طوعية هو اللي راح بعد كده الموسم الحالي في منصب اخر منصب مهم هو المدير الرياضي عشان تشوف في الاخر هذا النتائج لفريق الاتحاد سكندري انا بقولك الاتحاد الوقت في المربع الزهبي والاتحاد باسمه الكبير ممكن نروح في حتة تانية بس بالمقارنة بالسنوات الماضية الاتحاد هذا الموسم حتى هذه اللحظة عامل انجاز محترم جدا على مستوى النتائج على مستوى اللعبين وعلى مستوى الجهاز الفني وعلى مستوى الادارة سواء على مستوى رئيس النادي ومجلس الادارة او الكابتن الكبير رمز نادي الاتحاد سكندري كابتن محمد عمر المدير الرياضي للنادي